اشتركوا في القناة فهي ضمير صادق يربط شعب البحرين بكل فئاته بالأرض والمكان والدين والثقافة والتاريخ لذلك فإن من الواجب الوطني أن يتمسك أبناء الوطن جميعهم بكل المبادئ الوطنية الصادقة والمقومات الأساسية للمجتمع التي نص عليها بميثاق العمل الوطني والدستور وضرورة الحفاظ عليها والدفاع عنها ومن أهم هذه المقومات الأمن الوطني باعتباره السياج والحصن الحصين لحماية وترسيخ مبدأ الأمن والأمان في البلاد في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى يده الله ورعاه إلا أنه وفي ظل الحرية ومناخ التعايش السلمي الذي تنعم به المملكة ويعيش في ظله شعبها الوفي كان هناك من يستغل هذه الحرية من خلال بعض المنابر الدينية المتطرفة التي دابت على بث نوازع الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد منحزين في ذلك لتيارات وأيديولوجيات معادية للثوابت والأسس الوطنية البحرينية بل ووصل بها التطرف إلى حد التعاطف تجاه الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها العديد من شهداء ومصابي الواجب بالإضافة إلى الإضرار بالمنشآت الحيوية وترويع المواطنين الآمنين وتعريض حياتهم للخطر وختاما فإن الحرس الوطني يؤكد على دور ومسؤولية جميع المواطنين تجاه الثوابت الوطنية وصيانة المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال العمل وتبني المواقف الجادة والوعي بالمخاطر المحيطة والأصوات الخبيثة التي تتبنى أجندات وأفكار تحمل في طياتها الشر والعداء لخير هذا الوطن وصالح المواطنين حمى الله البحرين وحفظها من كل شر وسوء